بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا محمد حيباتي السلام عليكم أتمنى تكونوا بصحة وعافية يا رب هذا الفيديو عن الاقتصاد والتدبير وتقسيم مصروف مع قديشة الصحراوية المتتبعات والمتتبعين الجدد مرحبا بكم في قناتكم وقناة تنظيم البيت وتنظيم الوقت الاقتصاد وتقسيم المصروف هي أيضا قناة تدبير ميزانية البيت مهما كانت صغيرة ومحدودة وتعلم كيف نتحكم في رغباتنا الشرائية وفيها روتينات والطبخ ونصايح لكل الأسرة مهما كان عمرك صغير أو كبير دائما ممكن تغيروا للأحسن وكل واحد منكم يوصل للهدف اللي رسمه ويحقق أحلامه إلى عجبتكم القناة ما تنسوا تعملوا اشتراك والضغط على الزر الأحمر وتعملوا إعجاب جيم لايك وتشاركوا القناة مع كل شخص الزيز وغالي عليكم حتى تعوم الفائدة وتاخدوا حتى أنتم مع أجر ومن الله التوفيق بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم تمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية رب حبيباتي الغليات شكرا لكم كاملين على الدعم شكرا لكم الكلام الزوين شكرا على البرطاج شكرا على اللايكات بزف بزف ودبا ما تنسواش تحبطوا تديروا اللايكات لا يجازيكم اللي محبت الفيديو اللي محبتوا تدير ديز لايك نتمنى الفيديوات ديلي يعجبوكم ونكون عند حسن ظنكم دائما حيباتي الغليات أولاً غضي نعتادر للبنات وحبيباتي الغليات ومنياتي الغليات اللي احيانا كان طلع ندير فيديو قديم وندير عليه صوت جديد علاش لانو هاد الايام اللاهي لعننا الحرارة انا كنت كنديرها مليكو نكون زربانة او نكون يعني سجلت الفيديو في بيت النعاس بشي بلاسة الصوت دابا هاد الايام اللاهي لعننا الحرارة انك شتوني وجيش حال كي عرك عرك ودهك المسيح بزاف كي يخلي ليه كي يطيب ليه وجيه يا هذا غير صبروا لي هاد الفيديو هادا نديركم الصوت على صورة قديمة ولكن باش ما نبرزتكم هنديركم واحد صورة واقفة يعني ما كتتحرك فيديو ما يتحرك غير صورة باش ما تبرزت بقاوة تقولوا للا راها الصوت سابق راها خالتي خجبينك تديرنا الصوت والصورة مقاددين وراني انا 90% دي الفيديو ودي لهو 95% دي الفيديو ديلي الصوت وصورة غير مليكت شووني درت لكم الصوت بباحده عارفوا عنه الشديد القوي قالوا الشديد القوي ودابا هاد الفيديو هادا لغنسجلكم لاني من المشاكل اللي شفت قد يعني رايجة بزاف هاد الايام وعند سيدات بزاف وعند الاسر بزاف وغادي نهضر لكم عليها هادا 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 شعش خلاني دابندير الفيديو فهاد الوقت هادا المتأخر والحرارة الدارة انا عندي سخونة غنرجع لكم الحرارة ماورا يحتش حاجة مبنية يا جنب ديلي فعلا ليمن ما عندي الدارة اللي بني حتايا يلا هادا 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 هالبريمياني تاش يعني اه انا عندي البريميان دوزيام تروازيام فهمتو حيباتي الغليات؟ صاد 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 من القدام الفاصل القدامي الفاصل الوراني والجنب على ليمن صافي والله القطيطات ناسين في هكا فوق الجليج مساكن مجبدين هكا كنقول سكوبي كندوس كنقول هراغات هزير روما تيزا السقعة موضي من تم ملسمها يكن تكلم كي يقول هذي راك تتكلم مع شي وهاد معقل والله يكيف يفهموا القطيطات مهم نرجع دهما شو حيباتي الغاليات؟ غري نقول لكم واحد الحاجة احنا يا مسلمين ياك ما تقولي ياش لا مشي مسلمين ياك عصريين مشي عصريين مهم مسلمين احنا يا في الاصل مسلمين ياك امة محمد عليه الصلاة والسلام شنو وصانا محمد عليه الصلاة والسلام النبي محمد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وشنو وصانا الله سبحانه وتعالى في القرآن كتابه العزيز هي يكون فينا الخشوع يكون فينا الاحترام يكون فينا الأخلاق يكون فينا تديون يكونوا قدوة للبشرية باش تتبعنا باش الناس تشد منا يعني ندرنا شي حاجة خيبة غادي نفرو عائلتنا ما غادي ترضاش بنا جيرانا غادي يكرهونا الناس غادي تعرفنا غادي تكرهنا الأمم الأخرى غادي تكرهنا مزيان ولكن ره دابا الحاجة الخيبة عمت والحاجة الزونة ولت قليلة ورح قلت عليكم قلت لكم دابا دابا دستي وعطيتي لشي خطيطي وكل رح الناس كتشوف فيك واحد الاستهزاب واحد الغرابة دستي وعطيتي لشي كل بيشرب دستي وعطيتي لشي نصيحة لشي حد كتجي رح عود لكم في الفيديو قال لي يا ولدي يا مميش دي النصيح دي الله يخليك عندك اسماتو لهذا حيبيتي الغاليات رح نحنا دابا عمل بزاف الأشياء الخيبة ولكن ما كيناش أم ولا أبفد الكرة الأرضية سواء أي ما بغاش يشوف ولادوا حسن منه بحاليش غالي نشوفوا ولادنا أحسن منه وحناية ما كنعلموهمش الأخلاق ما كنعلموهمش يحتارمو الكبير ما كنعلموهمش يحتارمو الخول الكبير الاختل كبيرة العم الجد مهما اختاروا في حقهم شوفوا رح كين الفرق ما بين الاحترام بين الأخلاق وما بين انسحاب عن العلاقة السامعة إذا كان أنا عمي أو خالي أو جدي أو جدي علاقة يعني كتمرتني ممرضتني نساحب كل هدو ولكن ماشي نتقابح معاه أو أختيك كبيرة أو أخويا الكبير أو أبا أو جاري كبير أو أي شخص كان فاهمتو الاحترام دابا أنا ولدي إلا سمعني كان قول فعمته خايبات فعيلة خايبا ممي خايبا بحلاش غادي يغضي يحتار مني أنا ولدي راه نفس شي ذاك شي اللي شافني كان ديره وغادي يطبقوا عليا أنا وغادي يعلموا لولاده ماشي يطبقوا عليا أنا لهذا حايباتي الغاليات خاصنا نطبقوا من أنفسنا يعني ما كينا أم ولا أب ما كيبغيش يشوف لاده حسن منه بحلاش غادي يكونوا لادنا حسن منه الأخلاق تدين الاحترام الأمانة الصدق الوافاة الإخلاص في العمل الإخلاص والوافاة في العمل يدير شي حاجة يتقنها يبيع شي حاجة ما يكذب فيها أنا ولدي لكي يشوفني كان بيع شي حاجة كان كذب فيها بحلش سيارة عندي خاسرة وبيتني بيها غادي يعرفني وخما يقول لي ورورها ممي كدابة مليحط لي يديك تيك يدير ممي كدابة أي حاجة قدرتها ممي كدابة ياك راهدك شي حوليداتكم صغر إلا شافوا مكتبوا إلا شافوا مكتبوا الحاجة مخشوشة إلا شافوا مكتبوا الحاجة مخشوشة إلا شافكم أي حاجة راهدك كدراني كي يلتاقتها هنا يا حبيبتي الغريات الأمهات دابة الكتارية الكتارية كتلقى ولدها ومنتها ست سنين سبع سنين سبع سنين ثمان سنين عشر سنين حد عشر عام وعندول بورطة عادي ورح عادي دابتكم عندول بورطة كي يقرارها كي يمشيرها آل الله شريلو ديك الصغيرة ديك اللي ما فيهاش الانترنت باش تصوني عليه تعفي ولدك فين كين ولدك يصوني عليك تكون عنده التعبية وانتي عندك التعبية والميساجات إياك أحسن له علش؟ لأن البورطة الماليكة تدريها بقي مبلغ من تحت 14 سنة رادبها وراء عندهم 18 وكتقوليرها بقي مبلغين احنا كنا نضروه هنا للبلوغ الإسلامي على البلوغ ديالنا نحنا كمسلمين اللي صافي فرضت عليه الصلاة فرضت عليه العقوبات ديال الآخرة يعني ما صلاة ما دار ما هدا ما هدا لهذا حيباتي الغاليات هادوك الدراري البورطة برا كتجيبيلو واحد شنو كتجمعي كامل إجرام للعالم كتجمعي كامل فسد للعالم كتجمعي كامل صحيح محل براها الأنترنت في هالسكين في هالخيب سكين تقدري تدري بها الحاجة خيبة تقدر تطعي بها الخضرة ولكن لا الصورة والصوت كتأطر على الدرر نحن تجين السكين ركض بل الله هاد بورطة برا هازها سكين 24 ساعة معك ماذا يدرون سكين و ستضرروا ماذا يدرون سكين معها في أي بلاس ستضربوا لذا هذا سواء الغليط هذا الموضوع التي تعطوه لديكم أعطوهم شيء ماذا تفرغ سوف تعرفون أنك الكائن الصغير والذي قلت ما تعرفون كيف يدرون فراثه ما تعرفون كيف يتفرج ما تعرفون مراقبة سوف يقرأون و سوف يرون معلومات سوف يدرون بيسي ديال المكتب ديال الأورديناتور ديال المكتب ديال جهاز كمبيوتر ديال المكتب كبير حقا في البيت دياله في السجور في الصالة في الكلور ديال الدار كل شيء يخدم فيه و دياله كلمة السر و دياله بعض المواقع فيه محجوبة و هنا أحيي دياله سماعة إلا إذا غادي كيسمع شي حاجة غادي ديرونجك مثلا انتي كتصلي و لهذا وهو كيسمع شي درس هنا من اللي كتديري تحيدي ذو السماعة ديال بيسي هنا ما تقول لي يا شلو خادي جهاز كتحيدي و كتديري صغير و كتديري و الله وبغيت تصديع لي من لا راه من ذلك شلي كتشوفوا راه الوليدات ديال برابة راه الوليدات يتحكموا فيه و ياريت يتحكموا فيهم حكام زوينة راه تدري دام انتي كتقول لي لي صلي راه و كيتخرا كيشوف مواقع هديك الصلاة راه كيقولوا لي الله دخلوا شوفوا شنو كيتقال على الإله عز وجل دخلوه شوفوه على الصدق شنو كيتقال على اللامانه الناس اللي تصلي على الشريعة دياننا على الدين دياننا دخلوا تشوفوه راه دابا في هاد الوقت اللي احنا فيها نظرو فيها راه ماشي بحال 7 سنين هاد يولا 8 سنين هاد كل دقيقة كل ثانية راه كتزيد في الانترنت مليارات المعلومات اللي كتأطر على ولادك مليارات الرسومات المتحركة اللي كتأطر على ولادك مليارات المعلومات والرسومات والأفلام والعبارات اللي كتدير في ولادك الانحيراف راه مليك تجي تشوفي هاد شي اللي كين دابا كيتعطى الوليدات لا في الغرب لا في الاسميتوليك المهم الدخل الانترنت راه كتلقي علانهم كأنه مبغاوش هاد الوليدات يخدموه يقرأو يكبرو يخدموه يكونو ناس سويين في الحياة راه كتحتم في الغرب راه ما بتلوش بغاو كتقولي هاد شي راه ما بتلوش بغاو ولاده ولكن راه الناس الواعيين في الغرب الناس الفاهمين وفاهمين هاد شي راه ما كيعطيش الولده راه كتشوفي عندو بورطاب العادية ذيك الصغيرة بحل ذيك ديالية اللي بناتغني تحط لكم تصورة ديالة هنا في المونتاج اسميتو كنفتح البيسي ديالية انا باشن كيحطو ذيك بورطاب الصغيرة كتتصوني على ولدك فين كان ولكن الانترنت راه عندو في الضار ما تقوليش لا وغانا حرموهم لا الانترنت عندو في الضار جهاز ماشيه ديالو معه ماشي نعيس معه راه كتقولي ولدك تنعيس سيدرها ما كيناس راه دابا كين السيدات اللي عندهم ولادهم عند 14 عام 13 و 12 ما تلاوش قدوا يتحكمون راه كين دري صغر عندهم دابا والله العظيم كين دابا اللي عندو عامين ونص ويتحكم في النوم ديالو هنا عيس الدار فين تبغي ينعس هو يفيق الدار فين تبغي يفيق والله ما تنعسو واليديه لما بغى هو ينعس احليش قالك لانو الحرية للتربية الجديدة التربية العصرية ما كان حتى تربية عصرية تقولي خلي تدري صهران حتى لوحدة دليل والماكلمة عندها شوقت وهذا رغم ما كيناش تربية عصرية بحال هكا هادي كلا ماشي تربية عصرية كلا تربية ديال الوحوش تربية ديال اسميتو ما عرفت ديال فين ما ما عرفت قولوا لي انتو ما قلبوا لي على الكلمة مليكو ندري عندي عندو عامين تل سنين ونربع سنين وهو اللي كينعس العائلة فين تبغي ويفيقها وقت ما بغى قولوا لي انتو ما التربية ديال فين هادي معنا ما لقيت لها اسم رحتين بكري بكري كان مليكو يطيح الشمس يعني كي يجد لهم صافير كل شي كيمشي ناس دابل لا دابل بورتابل هادي كدري صغير حال عويناتهم بيقبق عويناتهم بقي مع رقاء يهضر وهم بيقبق عويناتهم في التليفون وتجي تخضري في التليفون والله ما يخليها تهضر مولبة يهضروا مع عائلتهم ما يخليهو مش ملا ما تهضروا ش تليفون أنا خسي يلعب تليفون شي حي يلعب تليفون صافي يكملوا الكنفرساسيو مع العائلة على شي حاجة مهمة على شي يخدمها على شي حاجة لا كل شي يخصوا يقف لأنه كدري بغايل عفل بورتابل لا تقول لك سمحوا لي يا راه بغايل عبر الله بنتي بغايل عفل بورتابل رح ما قديت نكمل معكم الموضوع فهمتوا لهذا دراريس حتى الـ 14 سنة ديريلو دبرا هاللي يدركوا اللي أعطيتهم بورتابل ماريد قدوا تحكموا فيه ولكن اللي باقي أولادها صغار هي اللي تبدأ هذا الشي ما كينات لبورتابل جهاز مكتبي أوردناتور من دول القدام حل هذا اللي أنا خدمه فيه يكون محطوط في الدار كامل لا كل شي يخدم عليه كل شي يدخل باش يشوفه شنو فيه لأنك هذي لبورتابل رح كينات المواقع اللي يدخلو انتي ما عارفهم قاع انتي قاع باقي موصلوا لك الدماغ باقي ما عارفهم ورح كي ديروا واحد الفايل قاشين تقع ما يبالك ورح كيدخل في تيك توك كيديروا لايفات كيديروا بزرد الحاجات ورح كي أنا هدرت لكم على التيك توك قلت لكم شفت السيدات اللي يشتهم مصريات كتارية مصريات صراحة ومعرفت السوريين السوريين والمصريين شدين وليداتهم صغار صهرينهم حتى الواحد الوقت الليل كيدروا بيهم مشحاتها على التيك توك أنا مشت مغربية شدوا وليداتها صغار شت العيلة ديروا شحاتها صحراويات وداخليات ورباطيات وقزاويات وكل شي كبارات في العمر ولكن نسبة قليلة للصراحة شفت داخلين اللي حتوما كيدوا ذلك شاحات كبس كبس ولكن المصرييات بزف جايبين وليداتهم صغار بنياتهم وليداتهم وقفين يشتحوا معهم يغنوا معهم وهي دير الحجاب وتغني الأولادها وهذا وديرين كبس 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 مع الجوج الليل مع ثلاثة الليل هكا سميتو سعمار هشي حاجة اللي كتخلي احنا رحي لا بغينا رحمة الله تنزل علينا رخصنا بعدك نرب أولادنا ونديروا جهاز في الدين أولادنا اللي احنا خايفين عليهم دينيتهم وآخرتهم انتي لخفت على أولدك غيمة البوطة وخفت عليهم مضربوا سيارة وما خفتيش عليهم عقلوا يخرب رانك غير ماشي أم صالحة لأنه راه لا يستر لا يستر السيارة راه تقدري تشدي بالدول قدر هو يشوف ويهرب منها اللي غيخاف ولكن العقل دياله يخرب انتي ما غتشوف ما شايفاش وهو كي يحطوله برامج اللي انتي هو كي يعجبوه ركي سمحولي اصربت واحد الكاس من واحد المنادات يلتفح ماشي بومس والله ما حملتها اسميتها فانطا فانطا يلتفح مع اول مرة منذوقها شرت اختيف كنت النار هنا ومعجبتني قلت لقيتها في تلاجة لقد سربي واحد الكاس ومعجبتني سمحولي بعدها كان تسمعوني ان كان اه 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 ما كان اه اه سمحولي ومعجبتني الطعم ديالها سبحان الله معنى اش رجعي خديج راك نخرج بكم ونظر بكم ونجر بكم وندخلكم من هنا مهم الله يعطيكم استر بناتي والله العظيم اللي كان بغيكم القسم بالله اللي كان بغيكم ونبغي لكم الخير ونبغي لوليداتكم الخير ونبغي لوليداتكم غدا راه يولدك مدمين البرتابل وكيشوف اشياء خيبة راك مغاد تنجي فيه والو راك قاعدوك الفلس كتخلص عيه المدارس البريفي والجامية عودك شرع والو فهمتي إلا عطتي البرتابل من دابة وكبر وكبر تمامها رغار قد ضيعي فلوسك لا في القراية لا في الدروس لا في شي حاجة الله يعطيك استر اللي قدت تحيد البرتابل تحيد وما قدت تدير اسميتو تدير اللي أولادها صغر تدير هاد الاشي اللي قدت دير الكمبيوتر واحد راك يدير تقريبا 600 درهم اه اجدي نقي ذاك شي ديال بره جي بي دري فيها اسميتو هانتي البرامج غايش تشوفي اللي ستوغيك شنو فاش كانو غدخلي سماعات ديالو بحل دو كتشوف ديال تحيد ذاك سميتو من البي سي كتسمع إلا كان دير قرآن إلا كان دير قصة إلا كان دير موسيقى إلا كان دير شهر كتسمع معك في الدار فهمتي عارفة ما داخل لا تيك توك لا حتى شي حاجة أما هاد البرتابل هاد شي اللي نقول لكم في هاد الفيديو الله يجاز الله يرضي عليكم فكو ليداتكم من هاد الكارثة فكو ليداتكم من هاد الكارثة هاد المشكل يطيح فيه راه كتجيبو كتحطو احنا مسلمين إلا درنا بكلام الله ودرنا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام راه ما خاصناش نديرو البرتابل في الدين وليداتنا دابا نقدر نوري لولدي شي تصاور نوري شي شي حاجة عجبتني هكا فاسميت شي حاجة ولكن إلا كنتي أم صالح وأب صالح راح أكيد ما غادي شوف ودك دير شي حاجة خيبة في التليفون وغادي توريها لولدك وتوريها المنتج عادي من التليفون تشدي التليفون توري حيانك انتي مولى التليفون انتي تتحكمي في التليفون وانتي حتى تستعملي التليفون للضرورة بغيت تقلب على شي معلومة بغيت تتكلمي مع العيلة بغيت تكتبي شي ايميل بغيت تشوف شي حاجة شي أخبار شي حاجة شي طبخة شي معلومة الدخلي عند خجة الصحراوية دخلي عند خجة الصحراوية هاد شي ولكن باش التليفون يبقى في الدوء ودير ذك السماعات وانتي ما عارف داخل من يشوف يدخل ودخل في جيب وشنو ومالخطرات قاح ما يدها فيك يدخل يوكل شي حاجة في طبصين انتي ما عارف شنو هو ما عارف شنو ما عارف شنو ما عارف دارهم واس بغيت دار وبدلي الاتات ما غادي يجيب خبار هاد قدر المبلي بالانترنت والبنت المبلي بالانترنت البنت الاصحابات معاهم واللي كان مستحب معاهم شوف وانا راني صريمة في الطربي مع والدي وراجل دابا وصرامة وعارف حدوده وعارف الخطوط الحمراء ولكن دو اللي كان هو قيل واش أصدقاء سواء من العائلة او غير الخارج العائلة واللي كان حاسب بالله اللي بغا يكبع ليه الملقى فاش مشال العمراء غير العمراء هي حاجة كبيرة عند نحن كمسلم ولكن يكبع ليه الملقاطع لو كانوا القوي يتيروا فيه لهذا وياكم تخلوا لأولادكم يدرو الأصدقاء قتلنا وحدا اللي احنا راه هذا هذا راه ما كين حتى في الإسلام على أن ولدك يصحب مع شي واحد يجيب عنده الضر يبدل مع حواجو يبدل مع هذا الله راه ما كين الحدود العائلة راه في الإسلام راه حتى أولاد خالتك وذلك راه ملي تكامير للبنت راه يقول يحترموها ويكون بيناتهم واحد الاحترام مش ذلك الانحيلان راه ما لك بغير نحضر في الإسلام راه الإسلام قال لنا شرعوا داركم وخلوا بناتكم يمشوا يباتوا عن صحاباتهم وصحاباتهم يباتوا عندهم وابناتكم يجو بصحاباتهم يباتوا عندهم راه تصل لشي حاشة اللي هي كارثية راه نف وقت خائبة واصلا دائما تربية خاص الواحد يرد بالو من زمان وصلتوا لدابة وكل توليداتكم حافظوا عليهم راه أمان راه تسول عليهم عند الله راه الله سبحان وتعالى غي يسول في كل شي بغيتنوكلها نوكلها حلال بيتنشربها نشربها حلال بيتلبسها حلال بغيتنقرية formats حلال بغيتنسكنها حلال بغيتنصحة نصحة علي الدين ماش يسير ضرب والده سير ليسير الجريسي سير عد لله نربيها على الإسلام على الاحترام على الأخلاق على كل شي نعلمها ارجعوا الدي ديروا الدين هو في الناصية دركم ديروا الدين هو القائد ديركم الدين ديانا الإسلامي لا للتشدد ولا للإنحلال الوسط ما نزير قلت لي واحد صيداء ذاك النفش قلت ليكم البنيتات الصغار أنا ضد تلبسيها العباية والنقاب وذلك الحجاب وهي باقي صغيرة باقي ما عارفة ولو تلعب وذلك شيء لأنها غدي تمل منه وغتتشبع منه واحد نار غتترميه يعني ما درتيه ولو هنا يروا اكتاري يوقعون أكتاري يوقعونột هكتلي لا في أوروبا وهذا لا في أوروبا ولا لا في المغري بنتك باقي صغيرة خليها تلبس البياس ديال الدرار الصغر ديال الأوليدات الصغر فاش تكبر يعطيها الإختيارihatه فهمها منلي انتي تفهميها راها غادي تمشي وهنت هم للمانته وتكون sabes انك كانت في الدار في حيلاش و ثنات على الس爾館 والله الله ملك الحمد والشكر يعني لا أنا زيرت ولكن فهمت مليك تفهمي الحمد لله كل واحد الله ملك الحمد والشكر ودعو لي معام الله يهديم ويصلحه إن شاء الله والله يهدي الكبير والصغير والله مصرنا فوق الأرض ويوم العرض وتحت الأرض وتحت الأرض يا رب العالمين اللهم اجعلي نورا من نورك على وجهه وضياء سلطانك أمامي اللهم اجعلي نورا من نورك على وجهه وضياء سلطانك أمامي اللهم اجعلي نورا من نورك على وجهه يا سلطانك أمامي يا رب العالمين اللهم اهدنا يا رب عهدي علينا يا رحمة الله اللهم اغفرنا اللهم اغفرنا واستغفر الله العظيم حيباتي الغليات نتمنى هذا الفيديو يعجبكم ووني بكم رأي نحبكم كاملين